هيشتغل مع عمر سعد رمضان 2024 محمد سامي ينفصل فنياً عن محمد رمضان هل مية عمر السبب؟ انفصال محمد سامي ومحمد رمضان فنياً يبدو إن نجاح جعفر لعمدة كان الأخير السنائية الأنجح في الدرامة بتنتهي اللي اتنين اختلفوا ومحمد سامي اختار عمر سعد بديل لي وإيه علاقة مية عمر بالموضوع؟ نجاح كبير حققه مسلسل جعفر لعمدة نتيجة لنجاح السنائي محمد رمضان ومحمد سامي في الشغل مع بعض سنائية اعتبرها الجمهور والنقاض الأقوى من حيث الأرقام والتأثير كمان على الجمهور وآخر النجاحات دي كان مسلسل جعفر لعمدة اللي حقق أعلى نسبة مشاهدة في رمضان 2023 وتخطى الهاشتاج الخاص بي على بنصات السوشيال ميديا المليار وتفاعل مع الجمهور بشكل كبير في الشارع قبل السوشيال ميديا لكن المفاجأة واللي صدمت الجمهور أنباء تعاقد محمد سامي مع عمر سعد على تقديم مسلسل رمضان 2024 وده اللي معناه أن السنة الجاية محمد سامي مش هيشتغل مع رمضان وبنسبة كبيرة ده هيكون بمثابة أعلان غير رسمي لانفصال السنائي فنيا عن بعض محمد رمضان كان أعلن في حواره مع صاحبة السعادة النجمة إسعاد يونس أنه بيحضر حاليا لمسلسل رمضان 2024 واللي هيكون من تأديف وإخراج محمد سامي وده اللي خلى الموضوع غريب شوية وبيأكد وجود خلافات حصلت مؤخرا بين سامي ورمضان علشان يقرر الأول أنه ينفصل عنه ويروح للشغل مع عمر سعد وبالفعل فيه تقارير بتأكد أنه محمد سامي تعاقد خلاص مع عمر سعد على مسلسل الجديد في رمضان الجاي وهيبدأوا يحضروله قريب علشان يلحق يخلصوا قبل رمضان بوقت كافي كعادة محمد سامي طب إيه اللي حصل بين سامي ورمضان خلهم يوصلوا لمرحلة دي فيه بقى أكتر من سيناريو الأول أن السبب في خلاف رمضان وسامي أن محمد رمضان رفض الشغل في جعفر لعمدة مع مية عمر ولما سامي زعل منه بسبب الموضوع ده قرر أنه هو يصلحه بمشاركته معه في المهارلي اللي هو من تأليف سامي لكن محمد سامي قرر أنه مية عمر تكون بطلة المسلسل الجديد وده برضو اللي رفضه رمضان اللي مش عاوز يشارك مية في أي بطولة المسلسل فهنا حصل الخلاف الكبير ومحمد سامي حب يضغط على رمضان بالانفصل فنيا لحد ما يوافق على وجود مية عمر اللي شايف أنها السنة دي محققتش النجومية ولا اللي معاني الكبير زي نجوم مسلسله بمشاركتها في مسلسل علاقة مشروعة ومن السيناريوهات التانية لكنه مستبعد شوية أن محمد سامي بقى شايف أن محمد رمضان كارت محروق وخلص بقى الناس دي هيئت منه ومن صناقيتهم مع بعض فعاوز نجم جديد يأسس معه مشروع جديد ويحقق مع نفس النجاح اللي حققه مع رمضان وفيه سيناريو كمان بيقول أن سامي لسه ما مضاش ولا حاجة مع عمر سعد وأنه قافي مشروع موجوده هو بيفكر فيه لكنه صار بخبر التوقيع عشان يضغط على رمضان يوافق على مشاركة مية عمر والخطة الأخيرة أنه لو رمضان برضو ما وفقش خلص بقى هيوقع فعلا مع عمر سعد بشرط أن مية عمر تكون البطل لكن محمد سامي كان قال عن عدم مشاركة مية عمر في جعفر لعمدة قال أنه ما شافهاش ولا دور من اللي كتبهم وأن كل الأدوار اللي كانت في المسلسل ما يقدمتهم قبل كده فالمكسلسل يعني ما كانش هيدف لها حاجة جديدة بس قال أنه لما بيكتب حاجة رومانسية أول واحدة بيشوفها فيها بتكون مية ودي كانت معظم السيناريوهات اللي بتتقال في كواليس انفصال محمد رمضان ومحمد سامي والسيناريو الأخير ممكن يكون أقرب حاجة الحقيقة لأنه الانفصال مش من مصلحة لا سامي ولا رمضان لأن الاتنين حققوا أكبر نجحتهم مع بعض وكل واحد فيهم ما كانش في أعلى ليفل لما اشتغل بالشكل منفصل مع ناس تانية رغم أنهم قدموا أعمال مهمة والناس تبعتها بس النجاح الصاحق اللي بيحققوه مع بعض ما بيحصلش غير في شغلهم مع بعض تفتكروا سنة رمضان الجاية مين هيكون بطل محمد سامي الجديد عمر سعد ولا محمد رمضان